من جديد تعود ميانمار إلى عنوين الأخبار بعد أنباء واردة من هناك تتحدث عن مجازر باشعة ترتكبها القوات الحكومية بحق الأقليات جهات محلية ودولية اتهمت جيش ميانمار بالعودة إلى استراتيجية الحرب الشاملة للحفاظ على قبضته على السلطة المذابح وتكتيكات الأرض المحروقة ممارسات وحشية يستخدمها جيش ميانمار منذ فترة طويلة ضد الأقليات العرقية خصوصا مسلم الروهينغا لكن هذه المرة توسعت الممارسات لتطال القرى ذات الأغلبية العرقية البوذية من البمار هذه المجازر الدامية دفعت بمجلس الأمن للمطالبة الفورية بوقف العنف مشددا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للعاملين في المجالين الإنسانية والطبية في منضم الاتحاد الأوروبي إلى المواقف الأمريكية والدولية الأخرى للمطالبة بإعادة فرض حضر أسلحة على ميانمار ترجمة نانسي قنقر